موسيقى بنتكلم عن مرض التهاب الاعصاب ومهم جدا ان احنا نعرف هل مريض التهاب الاعصاب ممكن يشفى من هذا المرض او لا قبل ما نجيب على تساؤل هل يشفى مريض التهاب الاعصاب لازم نشير الى ان التهاب الاعصاب بينتج عن خلل في وظيفة واحد او اكتر من الاعصاب وبيتسبب في ظهور بعض الاعراض المزاجة اللي المريض بيبدأ يعني منها زي صعوبة الحركة او الالم او الشعور بالخضران والتنميل او الوخز او ضعف العضلات في المنطقة المصابة غالبا بيبدأ التهاب الاعصاب بيظهر عند المريض في اليدين والقدمين وبعد كده بيمتد الى اجزاء اخرى من الجسم حسب درجة تطور الالتهاب في الجسم لما نرجع تاني للسؤال الرئيس المهم وهو هل يشفى مريض التهاب الاعصاب الاجابة ان نسبة الشفاء بتعتمد على المسبب للتهاب الاعصاب ومدى الضرر اللي بينتج عن الالتهاب في العادة بيبدأ الاطباء بخطة علاجية بعد تشغيص الحالة الصحية الكامنة وراء الالتهاب زي لو المريض بيعاني من العدوى او بيعاني من السكري عشان يتم علاج هذه الامراض اولا وبعد كده ممكن مريض التهاب الاعصاب في حال كان سبب اصابته بسيطة ممكن السيطرة على التهاب الاعصاب في بعض الحالات الطبية زي التهاب الاعصاب لا يمكن الشفاء منها نتيجة تسببها في ضرر كبير او تلف شديد في الاعصاب زي مريض السرطان اللي السرطان اثر على الاعصاب وادى الى تلف الاعصاب ففي الحالة دي بيكون يعني في مرحلة متقدمة من المرض ولكن معظم مرضى التهاب الاعصاب بيتم شفاءهم طبعا بعد تناول الهلاج المناسب اللي الطبيب بيقرره وفي مرضى زي اللي بيعاني من التهاب اعصاب العين ممكن يتم شفاءهم دون الحاجة الى علاج بعد فترة من الوقت طيب لو جئنا نتكلم عن تأثير التهاب الاعصاب على الاشخاص المصابين به زي ما قلنا ممكن التهاب الاعصاب ده بيسبب ازعاج الكثير من التأثيرات الجانبية المزعجة للمريض وبتشمل في بعض الاعراض بسبب ازعاج بتتراح حدتها ما بين اعراض بسيطة واعراض شديدة وبيعتمد طبعا ده على سبب الالتهاب والضرر الناتج عن هذا الالتهاب الاعراض بتشمل يعني بعض الاعراض المزعجة زي فقدان حد في الوزن او فقدان البصر في احدى العينين او الشعور بضعف شديد في الجسم او ان عدم الشعور بالحرارة او الالم او الضغط او اللمس اللي هي المؤسرات المحيطة او الشعور بالتنميل والوخز او الام حول العينين او ضعف في العضلات او صعوبة في المشي وتحريك الاطراف بيعانى ايضا من اعراض مزعجة تتمثل في فقدان السيطرة على العضلات خاصة عن عضلات المثانة وبالتالي ده بيسبب مشكلة عند التبول ممكن يؤدي الى الدوار عند الوقوف او خلل في التعرف على الالوان او ممكن يعانى من انخفاض ضغط الدم او معدل ضربات القلب او يعانى من التعرق الشديد الحالة التانية المزعجة اللي بيسببها التعب العصاب ممكن يصل الامر الى بتر الاطراف بيؤدي التعب العصاب الناتج عن مرض السكري الى بتر احد الاطراف الى الاطراف اللي هي المصابة والسبب في كده ان لما بترتفع طبعا مستويات الجلوكوز عن الحض الطبيعي في الدم عند مرض التعب العصاب اللي بينتج عن مرض السكري بتصاب العصاب الموجودة في الاطراف زي القدم او اليدين بالتلف وده بيظهر على شكل تقرحات في الجلد وبيبدأ المريض طبعا يشتك انه هو فاقد الاحساس بهذا الطرف فممكن لو تعرض لاي اصابة بنجد انه عنده نزيف ولا يشعر ان في نزيف او انه هو تعرض لاصابة في هذا الطرف المصاب نتيج التلف العصاب تماما وفقد الاحساس بها في الحالة دي ممكن يصل امر الى قرح او تقرحات شديدة ممكن تصل الى غير غيرينة فده بيضطر الاطباء الى بتر الساق علشان يمنع انتشار الالتهاب الى اجزاء اخرى من الجسم حفاظا على حياة المريض بالنسبة العلاج التهاب الاعصاب بعد معرفنا التساؤل او الاجابة عن هل يشفى مريضه التهاب الاعصاب في بعض العلاجات اللي بتساعد في مرضى التهاب الاعصاب وبيساعد في عملية الشفاء وبتعجل من التعافي من هذه المشكلة من طرق العلاج المكملات الغذائية اذا كان سبب التهاب الاعصاب هو نقص عناصر غزائية أساسية زي بعض الفيتامينات زي فيتامينات المجموعة B أو فيتامين E أو فيتامين C الفيتامينات دي فيتامينات هامة جدا في التهاب العصاب وأشهر طبعا فيتامينات المجموعة B زي B1 و B6 و B12 و B5 كل هذه الفيتامينات مفيدة جدا لعلاج التهاب العصاب بالتالي لو الإنسان بيعاني من خلل أو نقص في هذه الفيتامينات سواء كان نتيجة مشكلة طبية بيصاب بها أو إن نظام الغذائي بيفتقر إلى هذه الفيتامينات فطبيع جدا أنه هو هيبدأ يعاني من التهاب العصاب فالعلاج بيكون بعد زيارة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة والتأكد من إن الإنسان لا يعاني من أي مرض آخر يتسبب في التهاب العصاب فبالتالي بيبدأ الطبيب يصف للمريض مجموعة من الفيتامينات اللي بتعاوض هذا النقص في الفيتامينات طريقة تانية العلاجية هي علاج الحالة المسببة إذا كان التهاب العصاب مرتبط بحالة طبية زي مرض السكري أو ضعف الغضة الدركية ففي الحالة دي علاج الحالة ممكن إن علاجنا المشكلة أو المرض الأساسي بيكون التهاب العصاب هو عرض صانوي فبالتالي بيتم العلاج تلقائيا الطريقة الثالثة هو اتباع نمط غذائي صحي مهم جدا مرض التهاب العصاب يحصل على النظام غذائي صحي بيشمل أطعامها غنية بالفيتامينات الأساسية المفيدة للتهاب العصاب أو اللي بتقوي وتحافظ على نشاط ووظيفة العصاب زي الثيامين والبروتينات ومضادات الأكسادة أيضا من طرق العلاج الالتزام بالعلاج الطبي الحصول على الأدوية اللي الطبيب بيعصفها للمريض حسب الحالة اللي هو بيعاني منها ده بيفيد جدا في التهاب العصاب وبالتالي بيسرع من شفاء المرض أو المشكلة ممكن من طرق العلاج يتم اللجوء إلى العلاج بالطب البديل زي الوخز بالإبار أو التدليك أو استخدام بعض المنتجات العشبية أو تمارين التنفس والاسترخاء والتأمل واليوجا العلاج النفسي أو السلوكي كل ده بيساعد في التخفيف من ألم التهاب العصاب أيضا نمط الحياة نفسه لازم يكون نمط حياة صحي زي ممارسط الرياضة لازم الإنسان يتحرك ويحرك عضلات الجسم علشان يحسن من قوة العضلات وبالتالي يحافظ على الوزن الصحي ويكسب العضلات مرونة كافية وحركة ونشاط وبالتالي يقوي الجسم الإقلاع أيضا عن التدخين والعادات السلبية زي الإقلاع عن التدخين والإقلاع عن تناول الخمور وتقليل الكربوهيدرات والسكريات والحصول على قدر كافي من البروتينات والنوم فترة كافية كل هذه الأمور بتساعد في علاج مشكلات الأعصاب والتهاب العصاب ده كان أهم المعلومات عن تساؤل هل يشفى مريض التهاب العصاب في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد